بسم الله وصلى الله على الجميل المجمل سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته إن الله جل وعلا أكرم نبيه غاية الكرم وخصه بالمعجزات والآيات البينات الباهرات من هذه المعجزات معجزة الإسرائي والمعراج وصورة الإسرائي تحدث مولانا جل وعلا فيها عن معجزة الإسراء وصورة النجم تحدث مولانا فيها عن معجزة المعراج اختصر مولانا معجزة الإسراء في قوله لنوريه من آياتنا إنه هو السميع البصير واختصر معجزة المعراج في قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى يعني في الإسراء قال لنريه وفي المعراج قال لقد رأى تفيد التحقيق تحقق بالرؤية صلوات ربي وسلامه عليه تعالوا بنا نعيش مع بعض المرائي التي رآها الحبيب الشفيع في رحلة الإسراء وفي رحلة المعراج أما في رحلة الإسراء فجاءه الملك سيدنا جبريل جاءه بالبراق والبراق دابة بين الحمار والبغر يضع حافره عند منتهى بصره وهذا إن دل فإنما يدل أن البراق دابة سخرها الله لسيدنا رسول الله فجاء البراق إلى سيدنا رسول الله وركب الحبيب مع سيدنا جبريل ومر صلى الله عليه وسلم بأماكن فقال له سيدنا جبريل انزل فصلي فصلى ثم تحرك وقال انزل فصلي فصلى ثم تحرك وقال انزل فصلي فصلى في ثلاثة مواضع فسأل بأدب ولطف وقال يا أخي يا جبريل أين صليت قال في المرة الأولى صليت في طيبة الطيبة وإليها هجرتك أي في المدينة المنورة وفي المرة الثانية صليت في طور سيناء حيث كلم الله موسى وفي المرة الثالثة صليت في بيت لحم حيث عيسى وهنا ملمح مهم أن سيدنا موسى طلب من ربه الرؤيا فقال رب أرني أنظر إليك وسيدنا رسول الله ما طلب الرؤيا ولكنه طلب للرؤيا وهناك فارق بين الطالب والمطلوب هناك فارق بين المريد والمراد هناك فارق بين المحب والمحبوب فسيدنا رسول الله كان المطلوب والمحبوب والمعشوق والمراد وسيدنا موسى كان الطالب والمريد والمحب والعاشق فلو قارنت لفظة لن تراني بما كذب الفؤاد فقهت معنا فموسى خر مغشيا عليه وأحمد لم يكن ليزيغ ذهنا وصل حبيبنا إلى بيت المقدس أو البيت المقدس وصل إماما بكل الأنبياء وعدد الأنبياء يزيد عن مئة ألف صلى بهم إماما جمعهم الله تحت إمامة خاتم الأنبياء والمرسلين فهو الإمام المقدم هو إمام الأئمة وبدر التتمة هو لبنة التمام ومسك الختام ثم بدأت الرحلة السماوية العلوية الإلهية الملكوتية ما زال يرقى والملوك تزفه حتى رقى السبع الطباق نبينا تفتح له أبواب السماوات تفتح السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة أسرى به الله إجلالا لرتبته إلى مقامات قرب منه لم ترمي وجاءه الرفرف الأعلى ليرفعه إلى إله له بالبسط متسمي فسر بالتحى في الغر التي وصلت إليه حين دنا من بارئ النسم وفوق متن بصاط الأنس شافهه بكل سر عن العالين مكتتم أقسمت بالله ما في الخلق من أحد حوى علاه وما أخطأت في قسمي هل غيره من رأى المولى وخاطبه في حال يقضته لا في رؤى الحلم الله هو الذي أسرى بحبيبه الله هو الذي عرج بحبيبه رأى ربه ليلة المعراج عيانا بيانا روحا وجسدا يقضة لا مناما صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم املأ قلوبنا بحبه وعشقه واجعلنا من أهل وداده ومن السائرين على نهجه وطريقته آمين آمين يا رب العالمين وصل اللهم على الهاد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين شكر الله لكم حسن استماعكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته